تسلم فخامة الرئيس الدكتور راشد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن أوراق اعتماد سعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن بن علي الخليفة سفيرا لمملكة البحرين لدى الجمهورية اليمنية والمقيم في الرياض وخلال اللقاء نقل سعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن بن علي الخليفة تحياتي جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى فخامة الرئيس الدكتور رشاد عليمي وتمنياتهما لفخامته بدوام الصحة والعافية وللجمهورية اليمنية وشعبها الشقيق بمزيد من الرفعة والنماء من جانبه كلف فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية سعادة السفير بنقل تحياته إلى جلالة الملك المعظم وإلى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مؤكدا عمق العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين مملكة البحرين والجمهورية اليمنية وما تمتاز به من متانة وقوة في ظل الحرص المتبادل على تنميتها في شتى المجالات متمنيا لسعادة السفير دوام التوفيق والنجاح في مهام عمله الدبلوماسي